تعلمنا سابقا الأزواج المرتبة وتمثيلها في أرباع المستوى الإحداثي مثل ما يظهر هنا النقطتين ألف وباء في هذا الدرس رح نتعلم أن الانسحاب هو انتقال الشكل من مكان إلى آخر بدون تدويره وفي رسم الانسحاب الإشارة الموجبة تعني انسحاب إلى اليمين أو إلى أعلى والإشارة السالبة تعني انسحاب إلى اليسار أو إلى الأسفل هنا حركنا كل رأس في شبه المنحرف سين صاد عين لام أربع وحدات إلى اليسار ووحدتين إلى الأسفل فحصلنا على الصورة سين شرطة صاد شرطة عين شرطة لام شرطة وعند الانسحاب في المستوى الإحداثي مثل ما في المثلث كاف لام عين نبي نوجد صورته بانسحاب مقداره وحدتين إلى اليمين وخمس وحدات إلى الأسفل فلإيجاد إحداثيات رؤوس الصورة نجمع اثنين على الإحداث الصيني وسالب خمسة على الإحداث الصادي مثل ما يظهر هنا رؤوس الصورة ونمثلها على المستوى الإحداثي ونوصل بينها فنحصل على الصورة مثل ما يبين هنا ناخذ مثال من واقع الحياة شريط الـ DNA اللولبي المزدوج نلاحظ أنه يتضمن عدد من الانسحابات للنمط الأصلي الموجودة في المخطط يعلمنا هذا الدرس رسم انسحاب في المستوى الإحداثي ترجمة نانسي قنقر